مرحباً معكم كرييرف ايد اليوم سنريكم طريقة عمل صلصة الثوم للشاورما والدجاج المشوي أولاً في قدر الطهي نضع ربح كوب ماء ثم نضيف إليها بياض بيضة واحدة يطبخ المزيج ويحرك على نار متوسطة حتى يبدأ بالغليان ويصبح بهذا الشكل وفي الخلاط نضع مزيج البيض والماء ونضيف إليه ملعقة صغيرة ثم فروم ثم نضع نصف ملعقة صغيرة ملح وملعقة كبيرة عصير ليمون طازج ثم يمزج لمدة ثلاثون ثانية بعد ذلك نضيف نصف كوب زيت نباتي باستمرار وبشكل متواصل حتى يتم إفراغه شيئاً فشيئاً وهذه الخطوة مهمة جداً وهذا الشكل النهائي تقدم باردة مع الشاورما والدجاج المشوي نشكر متابعتكم لا تنسوا تعمل الاشتراك بقناة Creative Aid والضغط على زر أعجبني وإذا كان لديكم أي استفسار تركوا تعليق